أجمع مهني وقطاع الفلاحة وفلاحون على ضرورة تحضيرها الجيد لعملية الحصاد والدرس من أجل تسهيل عملية جمع المنتوجة حيث أكد مسؤولو المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية لولاية الجزائر العاصمة في يوم تحسيسان كل الظروف مهيئة مهيئة من أجل الإطلاق في العملية التغطية كانت لعد غدبان نحن على أبواب حملت الحصاد والدرس لهذا الموسم ونظر للأهمية الكبيرة لهذه العملية على مستوى كل الولايات بالرغم من الولاية أنتعنا عندها مساحة متواضعة لتفوق 1500 هكتار بالنسبة لكل الحبوب مهما كان نوعها شعير قمح صلب وقمح لين إلا أن كل الكمية مهما كانت مرحب بها نظر للتبعية كما تعلمون أننا ما زال أننا نستورد هذه المادة وباش نساهموا في تخفيض فاتورة استيراد هذه المادة الاستراتيجية اللي عندها علاقة مباشرة بسيادة الوطنية أننا أعطينا كل أهمية طبقاً لتعليمات السلطات الوصية أن نذللوا كل العقبات اللي جي للفلاح في هذه الفترة على هذا يعني كان المتعاملين اللي هنا حضرين معنا اللي هم اللي سيسيالات والتعاونية للحبوب بتاع بلداء وتع تزوزو حضرين معنا اللي هنا وسمعنا يعني إحنا شرحنا لهم العملية كيف رح تنطلق وكيف رح تصير وسمعنا المشكل اللي كانوا تعرضوا عليها الفلاحين هذو السنين السابقة ومن جهته دعا المدير الجهوي لبنك الفلاحات المتعارفية جزار الشرق هل فلاحين إلى فتح حسابة بنكية من أجل تسهيل إرسال مستحقاتهم المالية نحن لا تستطيع أن نجد الفلاح أن يأتي في المساعدة للتعامل اليوم في المنطقة المتعاملين ستعاون بكثير من التعامل ما هو المتعامل للتعامل؟ لقد قصر حدث البعض إلى أجل ترقيت وتجار ترك الجهدée ووصول التعامل لكي ت belum نهاية بعد توض semana ذ fairly بعد إننا السابقة Beach